اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الحياة مع حنان عواد اولا بعتذر عن انقطاعي الفترة اللي فاتت عشان المشغوليات والمسؤوليات كانت كتير اول ولكن ان شاء الله ان شاء الله ربنا يقدرني وارجع بموضوعات متعددة لان انا عندي في جعبيتي موضوعات كتير خالص النهاردة اعايز اجاوب على سؤال جايلي او رسالة جاتلي السيدة اللي بعثتلي الرسالة في اواسط التلاتينات يعني 35-36 سنة ومتزوجة من كذا سنة وعندها اولاد والخلاصة كده ان هي بتقول انها جميلة ومثقفة ومتعلمة ونجحة في حياتها العملية وتجاوزت زوجي في الطموح والنجاح وهي مش عارفة تعمل ايه حاسة ان ده موضوع تقيل قوي على قلبها وهل ده ممكن يكون مبرر للانفصال والطلاق ولا لا طبعا يعني لما باجي اجاوب او بفكر في اي مشكلة من المشاكل دي بيبقى فيه الاول الري اكشن الاولاني رد الفعل الاولاني بيبقى فيه كلمة او حاجة معينة بتستفز يعني مشاعر معينة جوانا ونقول ايه ده ايه بتطلب كده مش عارف ايه لا مش مبرر لا مش كذا لكن لما نتروى ونبتدي نفسص الامور حتة حتة ممكن نلاقي حاجات تانية كتير قوي ممكن نفكر فيها اول نقطة هي ان مقياس النجاح بيختلف من شخص لشخص شخص بيقيس النجاح بمقدار العائد المادي والفلوس اللي بيحققها اللي بتمكنه ان هو يشتري حاجات غالية وان هو يعيش حياته في مستوى معين شخص تاني الفلوس مهمة اه لكن نجاحه مثلا بيعتمد او تقييمه لنجاحه بيعتمد على عوامل اخر زي مثلا الدكتور الجامعة ممكن يكون ما يقدرش يقيس نجاحه بالفلوس وبس لانه لو قاس نجاحه بالفلوس وبالدخل يعني طبعا هيلاقي مرتبه قليل جدا ولعيب الكرة بيكسب اكتر منه والكلام ده كله ولكن لو قاس نجاحه بعدد الابحاث اللي بيعملها بعدد المقالات اللي بينشرها بالكلام ده كله ممكن يشعر بالنجاح ويشعر بالانجاز فيه شخص مثلا بيحس بالنجاح من الدراسات اللي انا بعملها الحاجات اللي انا بنجح فيها شخص تاني شايف لأ ان التعليم الاكاديمي مش هو مقياس النجاح وهكذا فاول نقطة لما نيجي نحكم على شخص اذا كان ما عندهش طموح لازم نحدد المزورة اللي بنقيس بيها لان احنا ممكن نكون بنقيس بمزورة مختلفة تماما عن المزورة اللي بيستخدمها الشخص نفسه فاول نقطة لو هذه السيدة طبقتها على حياتها يبقى لازم تفكر هل انا بقيم نجاحي او بقيم النجاح بشكل عام بنفس الطريقة اللي زوجي بيقيم بيها النجاح ولا لأ النقطة التانية بقى ان الانفصال مش معناه انفصال بالطلاق ومش معناه ان احنا لسه هننفصل ممكن يكون الانفصال حصل في مرحلة قبل كده ودي يمكن بنشوفها في قصص كتيرة قوي ان احد الزوجين ممكن الراجل مثلا بيكبر في عمله بيتطور في عمله وده بيخليه مثلا يسافر يروح اماكن يطلع على ثقافات مختلفة يشوف ناس مختلفة عايشين حياتهم بشكل مختلف الزوجة مش متاح لها ده سواء بتعمل او لا تعمل مش هي دي المشكلة المشكلة ان الكارير بتاع جوزها بياخدو لأفاق مختلفة عن عالمها هي فيبتدي بدل ما هم كانوا ماشيين يبتدي كل واحد يديفرج هي هي ممكن تكون لسه ماشية في طريقها لكن هو المساره بيختلف شوية مداركه بتختلف شوية تبصي تلاقي مثلا احد الزوجين طريقة لبسه اختلفت طريقة كلامه اختلفت الموضوعات اللي بيتكلم بيها اختلفت الحاجات اللي بيقولها للطرف التاني وبتديقه ما كانتش بتديقه قبل كده يعني مثلا لأ لبسك ده مش حلو شوفي الستات التانية لبسه ايه طبعا ممكن نتسرع ونقول ايه ده ده بيبص الستات التانية الكذا كذا كذا لا هو اللي بيحصل ان هو شايف احنا احنا الاتنين عارفين الاغنية انا وحبيبي روحين في زكيبة احنا الاتنين في مركب واحدة احنا الاتنين هيئتنا شبه بعض احنا الاتنين اسلوبنا في الكلام والتعامل شبه بعض لاننا اخترنا بعض لما يبتدي واحد يتطور عن الطرف الاخر وده بقى بينعكس على حياته والطرف الاخر مش مواكب هذا التطور هنا طرف من الاطراف بيتدقيق الغلطة اللي بتحصل ودي النقطة التالتة ان احنا كزوجين كل طرف بيركز قوي قوي على نفسه اطور نفسي اعلي من مستوية مع ان احنا لسه في شركة واحدة والشراكة اللي بيننا بتمتد للبيت والحياة الاجتماعية والحياة العملية والاولاد وكل الحاجات دي فليه نهتم مع بعض بجوانب معينة ونسيب جوانب معينة لو شخص شغال على نفسه بيطور من نفسه بيكتسب بعض المهارات يشجع الطرف الاخر انه برده يشتغل على نفسه ويطور من نفسه ويزود مهاراته فالانفصال ما بيبقاش حاجة لاحقة لا دي بيبقى شيء مبكر وبيبقى فيه انفصال بين الاتنين قبل ما يقع انفصال وطلع النقطة الرابعة هل ده سبب كافي للانفصال؟ ما قدرش اقول اه ما قدرش اقول لا لان كل شخص في الموقف بيقدر يحدد يعني صعوبة الاستمرار في كذا سيناريو هنا السيناريو الاولاني اني هقدر اكمل حياتي بطموحي ونجاحي اللي انا حققته وحيفضل قلة الطموح وقلة نجاح جوزي شيء بيه دايقني وينغط حياتي او ان انا هقدر اكمل برضو في مساري ونجاحي وطموحي والكلام ده كله وحاخد قرار اني هتغاضى عن نجاح الطرف التاني وطموحه والكلام ده كله خلاص دي حياتك ودي حياتي انا همشي في حياتي هنا هو احنا مع بعض ومكملين ولكن انا همشي في سكتي وانت امشي بسكتك انا همشي بسرعة الساروخ انت امشي بسرعة السلحفة مفيش مشاكل السيناريو التالت بقى هو ان انا مش هقدر اتغاضى وانسى ان هذا الامر بيقرقني كل يوم انا حصلت على الشهادة دي وجودي محصلش على شهادة انا شهادتي اعلى من جوزي انا منصيبي في الشغل اعلى من جوزي انا مرتبي اعلى من جوزي الطرف التاني لو وصلوا ان احنا بقينا بنبصلوا على انه اقل مننا وده للستات والرجالة لو الزوجة حست ان زوجها مستقل بيها بتبقى من جوها تعبان قوي الزوج لو حس ان زوجته مستقلة بيه برضو بيبقى تعبان قوي وده بقى بيطلع في مجموعة من الخناقات والخلافات اللي ممكن ما تكونش ظاهريا متعلقة بالسبب الحقيقي ده ان انا مستقل انت او انا مستكتر نفسي عليك وده بقى النقطة الرابعة وحش قوي 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 ان احد الزوجين يشعر انه كتير على الطرف الاخر مع ان الموضوع ما ابتداش كده السيدة الجميلة جدا جدا اللي قبلت بزوج مثلا هي معتبراء اقل جمالا قبلت بيه ليه اكيد فيه حاجة معينة حسيتي انها حتعادل الجمال اللي عندك لو انت حاسس ان امراتك اقل منك قبلت بيها ليه اكيد برضو فيه حاجة معينة فيها رفعت مقدارها وخليتك تقدم ان انت تتقدم لها وتتجوزها وتتم بالجوازة وتعيشوا مع بعض سنة ورا سنة وتجيبوا اولاد لما حد فينا يشعر انه بقى اعلى من الطرف التاني لازم نقف وقفة مع نفسنا ولازم نفكر في كل المميزات وكل العيوب او ما نعتقد انه عيوب ونبتدي نقيمها ونحللها ونشوف يعني ونرجع للبدايات خالص ليه احنا مع بعض ليه احنا اخترنا بعض هنقول ايه اصله ده كان جواز صالونات وده احسن للناس اللي جاتلي مدام احسن الناس اللي جاتلك يبقى خلاص يبقى هو فعلا احسن الناس بالنسبالك تكبروا بقى مع بعض وده النقطة الخمسة ان احنا نتعلم ان احنا نكبر مع بعض نتعلم ان يكون فيه لينا اهداف مشتركة وده اللي انا بسميها اهداف الاسرة فيه اهداف خاصة بي انا بالكارير بتاعي بوظفتي بصحتي بشكلي بتعاملاتي باصدقائي بهواياتي بتربيتي لولادي بكذا 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 زوجي له اهدافه الشخصية برضو اللي متعلقة بالكارير بتاعه بحياتنا الزوجية بعلاقاته الاجتماعية بعلاقاته مع اصحابه بالحاجات اللي بيحققها بكل الكلام ده اولادي كل يعني ولد له برضو اهدافه له اللي بيفكر فيه الاولويات حياته لكننا كأسرة مع بعض بنحاول ان احنا نبني اهداف مشتركة حاجات عايزين نحققها مع بعض تجارب عايزين نخدها مع بعض موضوعات معينة بنحب بنقشها مع بعض دروس انا اتعلمتها بفيد بيها زوجي واولادي دروس اولادي نفسهم اتعلموها بيفيدوني بيها فلازم يبقى فيه اهداف مشتركة وده يدخلنا في النقطة السادسة طب الحل ايه انفصل وامشي ولا خليني مكملة كده ورادية بحالي ولا ايه لازم يكون فيه فترة نحاول يعني نشوف الامور دي ونبنيها واحدة واحدة وده مش هياخد شهر شهرين احنا بنتكلم ممكن على سنة والطرف اللي حاسس ان الطرف الاخر ما عندوش الطموح يبتدي يفكر ويحط خطة خلال السنة دي لازم الاول افهم شخصية جوزي واحللها شخصيته الحالية خدوا بالكم ان احنا على مدار السنين شخصياتنا بتتغير وده شيء طبيعي احنا بنكبر بنتعلم حاجات جديدة اولوياتنا بتختلف الناس اللي بتدخل في حياتنا وبتأثر علينا بتروح وبتيجي وبتختلف حياتنا فشخصياتنا دايما شخصياتنا دايما ماشية يعني في تطور مستمر التطور ده بقى اللي الاحسن للأوحش مش هو ده اللي انا بتكلم فيه ممكن ده يكون موضوع تاني ولكن ان اشوف انا وصلت هنا ايه صفاتي الشخصية ايه سماتي الشخصية وجودي في المرحلة اللي احنا فيها دي ايه سماته الشخصية ايه صفاته الشخصية اولادي في المرحلة اللي هم فيها دي صفاتهم ايه سماتهم الشخصية ايه انا اهدافي ايه اهداف جودي ايه هل في حاجات مشتركة لو لقيت ان في حاجات مشتركة هي دي اللي ابني عليها يمكن مثلا هو الفلوس مش مهمة قوي عنده ولكن الراحة مهمة وعشان نوصل للراحة محتاجين فلوس تمول وسائل الراحة ادخله من المدخل ده انا عارفة الفلوس مش مهمة بالنسبة لك ولكن احنا محتاجين هذه الامور عشان حياتنا تبقى مريحة بالشكل اللي يرضيك يبقى احنا محتاجين نزود دخلنا طب عايزين نزود دخلنا ايه الطرق اللي انت ممكن تعمله عشان تزود دخلك يمكن محتاج تدرس وتاخد شهادة يمكن محتاج تدور على شغل تاني يمكن انا محتاجة اعمل كذا يمكن محتاجين كذا كله بالحوار وبالتفاهم بس يكون عندنا النية في الاول ان احنا ندي نفسنا سنة علشان نبتدي نطبع على بعض تاني فيه في الميجانيكا في التروس لما ترسين يعشقوا في بعض يقولك بيطبعوا على بعض ده يتاكل شوية وده يتاكل شوية لغاية ما ايه يتمشي الامور بسلاسة لو اتاكلوا قوي 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 يبتدي يرفوا ما يمشوش بعض كويس فاحنا عايزين نوصل للمرحلة ان يكون المسافة اللي بينا مناسبة لهي وليلة قوي 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 فنعد نحتكب بعض ونتخانق وندايق بعض طول الوقت ولاه يوسع قوي 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 بحيث ان انا حس انا في اتجاه وانت في اتجاه قبل ما ناخد قرار مصيري زي القرار ده ونهدم بيت عدنا نبنيه سنين ونغير تركيبة اسرة ونبدل حال اطفال او اولاد او مراهقين او وتفر ندي لنفسنا فرصة للمحاولة والفرصة دي مش شهر ولا اتنين دي سنة وخلال السنة خلال التلتمية خمسة وستين يوم انا كل يوم باخد خطوة علشان افهم المفاتيح لان كل انسان له مفاتيح والزوجة النجحة هي اللي تفهم مفاتيح جزء ومفاتيح هذا الشخص مختلف عن مفاتيح هذا الشخص اه فيه بيننا حاجات مشتركة كتير احنا بني قدمين عايزين ناكل عايزين نشرب عايزين نفس الاحتياجات الكلام ده كله ولكن هتلاقي مثلا لو انا ليه عشر مفاتيح ممكن يكون خمسة منهم مشتركين مع الناس كلها ولكن خمسة بنختلف بيها عن بعض فافهم مفاتيح الشخص اللي قديني افهم ايه الدوافع بتاعته ايه اللي بيحفزه علشان يعمل شيء معين واغير لغة الحوار بتاعتي واضمن الكلام اللي انا بقوله اضمنه بعض الملاحظات او الكلام اللي يتوافق مع اللي بيحفز الشخص الاخر انا لا اؤمن ان فيه شخص ما عندهش طموح لأ ولكن الطموح اللي ايه ما هو اصل كلمة طموح دي من الكلمات العامة قوي والعيمة قوي اللي احنا بنستخدمها كده الطموح لايه الطموح عشان ابقى اقوى مثلا فيه واحد تاني الطموح ان انا اكون مرتاح هو ده طموحي انا طموحي ان انا اقعد وارتاح ومتعبش فيه واحد لا انا طموحي ان انا حقق حاجة فعشان احقق الحاجة دي لازم انحط في الصخر واوصلها فيه شخص تاني طموحه انه يصل لحد معين فلما يوصله هو كده حقق اللي هو عايزه فييجي الشخص ده يقوله ايه ده انت هنا لكن انا هنا مع ان ده حقق طموحه وده حقق طموحه ده ناجح بمقاييسه وده ناجح بمقاييسه فنفهم ايه اللي بيحرك الطرف التاني ايه اللي بيحفزه ايه اللي بيحمسه ونلاحظه ونسمع ونسمع ولما نيجي نسمع الكلام اسمع الكلام مش عشان ارد اسمع الكلام عشان احلله وفنته والكلام ده واجهة للأفكار الكلام اللي بيقوله اي شخص الكلام اللي بيقوله الطرف التاني هو الوجهة للأفكار اللي بتدور في دماغه فنقدر نفهم ايه هي الافكار لو دينا نفسنا الوقت دو وعملنا كل المحاولات دي بالشكل اللي انا قلته ووصلنا لنقطة مسدودة خلاص ماينفعش المسافة اللي بقت بيننا بقت كبيرة قوي 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 لدرجة ما تخلينيش اقبل بيها ساعتها ممكن ناخد القرار الصعب لكن قبل ما نعمل كل المحاولات دي ونغير الاستراتيجية بتاعتنا كل فترة ما نقدرش ناخد القرار بكل سهولة ياريد تكتبو لي تحت في التعليقات هل فعلا عندكم اهداف اسرية مشتركة هل انتو كاسرة عندكم احلام معينة نفسكوا تحققوها مع بعض كيونة واحدة كوحدة واحدة يهمني او ياسمع منكم اشكركم ويريد لو كنتوا لسه مشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وعملوا لايك وشير للفيديوهات علشان الكلام الحلو ده يوصل للناس كلها اشوفكم المرة قاية اشتركوا في القناة